اشتركوا في القناة ما شاف الفيديوهات السابقة يرجع من البداية يبدأ الين يوصل على هنا عشان يقدر يركب المواضيع مع بعض وتوصل للفكرة زي الناس اللي وادم منكم ما يكون عنده اقتعاد اليوم حنتكلم على الابجكتيف برايورتي او الاولوية في الابجكتيف ايش الابجكتيفز اللي اهم من الابجكتيفز الثاني مين اهم من مين عامة سويت قاعدة عامة القاعدة العامة عاملينها بكل بساطة هادي قاعدة عامة طبعا مستحيل انت تنحط في موقف انه والله انت لسه بتشيل تاور وان تير تاور وان اللي هو اول تاور هنا ويلدر طلع فما هتكلم على تفاصيل الجيم كل اوبجكتف متى تكون اهم من الابجكتف التانية ومتى الوقت اللي ينزل طبعا على حسب الوقت اللي تنزل في الابجكتف بس كقاعدة عامة نبغى نتكلم عن اهمية الابجكتف بشكل عام الدريك اهم من البارون ما فيها كلام الا في حالات محددة الانهيبتر اهم من البارون البارون اهم من الانهيبتر الا حالات محددة برضو هنتكلم عنها وهكذا وكمل الاشتر ولاحظوا قلنا انه والله الدريك عامة اهم من واحدة او اثنين كيلز اللي هم اهم من رده بلو فانا ليه حطيت رده بلو لانه ابو اتكلم عن الجنغلر سحبتين برضو في الابجكتف لانه احيانا الجنغلر ايش يسوي يروح يشيل رد ولا بلو وفي عنده كل موجود في مكان ما يقوم يطنشه عشان ياخد الريد ويتأخر على الكل هذي والكل اولى لانه الريد حيبقى موجود فيروح ياخد الكل بعد ان يرجع للريد احيانا لازم ياخد الريد عشان الكل فيكمل الريد بعد ان يكمل في كل الحالات القايدة العامة لها شوات مرة كثير ولها تطبيقات مختلفة عن بقى فلو بدينا من بداية الجيم اول ما تبدأ الجيم طبعا ما عندنا الا الستاندرد دريك عندنا الريفت هارلد عندنا التير وان تاورز وعندنا الريد والبلو طب الريد والبلو معروف فانسيناها الجنغل ما تهمنا لما انتنحط في في بوزيشين ان والله انا ااخد ام تير وان تاور ولا ااخد الدريك نرجع للستة هذه اراضي اوه مونتن دريك مونتن دريك والله يمكن التاور اهم اذا اوشن دريك ولا انفرنال دريك لا والله يمكن الدريك اهم اوكي الترتيب حق الدراغنز بغض النظر عن القاعدة العامة ممكن يختلف اذا التشكيل حقات التين مختلف يعني عندك عندك هكريم عندك يستفيدوا مسلا من الكلاود دريك بطريقة كبيرة فوليبير اوه يمكن الكلاود دريك يصير اهم بالله بالنسبة لكم من التير وان تاور يعني يصير زي الانفرنال دريك والاوشن دريك التيم حقنا سيج كومبزيشن كيت لكس كارما يبغوا يجلسوا تحت التاور يبغوا يشيروا التاور وعندهم زون كيبابلتي كويسة الماونتين دريك يصير اهم مرة كثير حتى من الاوشن دريك في الحالة هذه واهم من التير وان تاور فبغض النظر عن القاعدة العامة في شدود زي ما قلنا على حسب او على حسب الكمبزيشن اللي بتلعبوا وهنا وهنا يجي بموضوع انه والله يا شاب نشغل عقلنا شوي فكر شوي ما في شي ثابت ما في شي هو هذا صح واي شي ثاني غلط لا على حسب كيف ايش الجيم يستدعي منك على حسب التيم كومبزيشن حقك على حسب التيم اللي قدامك على حسب اللي انت محطوط طبعا في حالة انه والله قتلتوا اللي في اللين كلهم خلاص تروح تاخدوا دريك انت تروح تاخدوا التاور بعدين تروح تاخدوا دريك على طول بس اذا انت محطوط في بوزيشن انه انت ما تقدر ياخد هذا ولا هذا على حسب دريك اللي موجود انفيرنال دريك طبعا انفيرنال يأتيك اولوية لانه يعطيك ستاتس مرة عالية تديك امكانية انه انت تسوي فش وتفوز المد والليت جيم اسرع ولو جاك بعدها كمان انفيرنال دريك ثاني هيصير عندك ستاكين ولا ثلاثة فهتكون ممن فمن هنا عشان كده حطينا القاعدة العامة هذه ونمشي على القاعدة العامة من يوم ما نشوف اي اي ستشويشن احنا نمر عليه اوكي والله في المقابل برضو نفس الشي التاني طبعا لما تكلم على تير وون تاور اللي هما تتور هذا وهذا وهذا برضو فيهم هدولة فيه تاورات لهم اولوية انه تشيلهم على اولوية يعني مثلا اولوية انك تشيل مد انك تشيل بوت تو توب ولو جاتك فرصة تشيل مد ولا تشيل بوت تشيل طبعا مد ليش؟ انه مد يفتح الماب كلها لو شلت مد هذا كله يصير انسيف للتيم التاني بتفتح بلو ورد بتعطي مجال انه انتو تقرروا تسوو انفيد من اي مكان اوكي؟ بس عامة الموقف هذه ما تصير الا مرة قليلا في الجيم فعشان كده يعني كل لينر بيشيل التاور حقه وانتهينا بس احيانا والله صار التيم فايت بادري قبل الزحمة جمعته قررته اوه اقدر اشيل بوت اقدر اشيل مد لا حبي بيشيل مد مد اولا اوكي؟ بالله علا تير اول اولا اصال هنا على التير واون تاور برايورتي واتكلمنا على الدريك برايورتي طبعا احنا عارفين انه في بداية القيم ما في بارن وا في يلدا دريك فهذاو لحنطلعهم من الحسبة بس في الريفت هارلد الريفت هذا اول هذا عليه كلام مرة كثير وهو زي ما انتشيبي ہیں حاطوا فى الليسته علي طول بعد الريفت بعد الماونت دريك ولكلاود دريك وأنا اقول التير اول اول تاور اهم من الريفت هارلد اول لوجاتك موقف انت الريفت هارلد اذا كان الشامبين اللي تلعبه وحجلس في اللين طول الوقت والريفت هارلد يفيده ممكن انت تقدم الريفت هارلد على التير ون اذا ما كان بالطريقة هذي قدم التير ون تاور لان التير ون تاور حيدي قوت للتيم كله حيعطيكم كلكم ادفانتيج وحيدي فرصة ان التيم حقكم يسوي احسن على المدى الطويل في المدى العبادة في الجيم شي تاني مشكلة رفت هارلد حاليا بالذات لما تروح لأيرلي جيم الهيلث حقه مرة عالي عشر الاف الهيلث حقه تقريبا ومرة صعب تشيره من دون ما تحط نفسك في موقف انه انت والله ممكن تقتل فلازم ما تشيله اللي انت والله شاية للتوب وشاية للجنجل مثلا بعد كذا نبغى نعدي نتكلم على مبدأ ثاني بعد ما نشيل تير وان تاورز او تير وان تاور تحت مسلا نكمل لتير تو على طول ولا ايش نسوي بالزبط طبعا هذه فيها خلان يعني اذا رجيت للقاعدة العامة حتلاقي ان والله تير تو اهم من تير وان صحيح يعني اشيل التير هذا اهم من ان اشيل التير هذا وهذا وهذه كقاعدة عامة صحيحة بس عامة في التطبيق تكون مرة خطيرة ليش المشكلة لمن انت يعني ما شلت هذول التاورين هذا موجود وهذا موجود وهذا شلته ووصلت الين هنا ك-ADC و-Support خلينا هذولا رجعوا هنا وصلت ك-ADC و-Support هنا مثلا والجنغ اللي حقهم موجود وحتى لو حاطت وردك للناس اللي وادم انت بحط نفسك في موقف خطير ليش؟ لانه ما عندك priority على الين او ما انت داف الميد حقك ما هو داف اللين الين هنا داف اللين الين هنا التوب حقك ما هو داف اللين الين هنا فالرياكشن تايم حقهم فلو جاء الميد حقهم نزل عليك هنا الميد حقك ما هيقدر يلحقك فانت تحط نفسك في موقف مرة خطير فعشان كده دايما دايما اللي نسوي نشيل بوت نشيل طوب نشيل ميد طبعا مش رط بالترتيب هذا ممكن نشيل ممكن افضل في حالات كثيرة تشيل بوت بعدين تشيل ميد وتبقى هنا على اساس تنزل تحت لو في اي مينيونز تشيلهم وبعدين ممكن تسوي سواب او انه تسوي سواب تنزل طوب حقكم تحت وطلعوا على بوت حقكم طوب وتشيلوا هذا وما توصلوا لتير 2 يا شباب الين انتم خلصين تير 1 فقاعدة عامة تير 2 اهم تير 3 اهم من تير 1 صحيح بس تطبيق عشان تمشي كده متواضيك لي في الماب تبقى تمشي من اللين من اللين الاول من التير الاول للتير التاني للتير التالي وهكذا طيب بعد كده نخش كمان حبتين ندف شوي خلصنا تير 1 تاور ده حين احنا في تير 2 تاور نفس الشيء اشيل تير 2 ولا اشيل دريك اشيل تير 2 ولا بلو اشيل تير 2 ولا اشيل بارن يعني اذا طلع بارن already ولا رفت هارلد نفس الطريقة بارن لو اولوية بزات في الوضع حاليا يعني ما فيها كلام بارن دائما لو اولوية لانه والله تروح تاخد تير 2 تاور تقريبا على اساس دائما بارن هيعطيك الامكانية انه انت تدف التير 2 تاور لا تنسوها فاذا حطيت في موقف اقدر اشيل بارن اقدر اشيل تاور مين اشيل احسن طبعا قتلت 2-3-4 منهم او قتلت لايما ما تشيل بارن يا شباب اللي انت عارف ما تحط نفسك في situation انت الجنجل حقهم موجود وتحط نفسك في 50-50 situation انه والله يجي يسرق الجنجل يسرق بارن منك فاتليست حاول لا تاخد بارن الا انت قاتل واحد ولا اثنين بالقليل او اقل يعني اذا واحد اقل شي يكون الجنجل مات اذا ما تقدر اثنين طبعا اذا قتلتوا التيم كله احيانا لا احيانا انت عارف لما انت طالعت في situation قتلتوا التيم كله صارت تيم فايت هنا زحمة قتلتهم كلهم خمسة ديت خمسة ديت عارفين انه ممكن تجي تشيلوا تير 2 تقدروا تشيلوا هذا وبعدا ترجعوا على بارن وحجرسوا تضاربوا معاكم فيه لا اذا عارفين انه ما عندكم وقت ترجع تشيلوا تشيلوا دريك تشيلوا التاور تشيلوا دريك تشيلوا بارن تروح على طول على بارن اذا متأكدين انه والله عندكم وقت تشيل هذا حتى ممكن تاورين تشيل تاور تاورين وانهيبتر وبعدا ترجع بارن ممكن اوكي نفس الشيء يمشي على تير 3 احيان وصلنا على تير 3 تير 3 برضو has the same priority الشيء الوحيدة اللي يبقى اتكلم عنه في الحالة هذه انه احيانا احيانا الانهيبتر والبارن يتداخلوا في الاولوية احيانا تشيل بارن اسهل من انك تشيل الانهيبتر وعشان تقدر تدف الانهيبتر بعدين واحيانا ما ديقر تشيل بارن الين تشيل الانهيبتر فوالله مثلا هذا التاور ما هو موجود هذا الانهيبتر موجود وبارن موجود ممكن نشيل الانهيبتر ممكن نشيل بارون انا لو تسألني انا افضل اشيل الانهيبتر ارجع ريكول ارجع بارون ليش؟ اذا كان انه مش الانهيبتر لهم هما راحوا شالوا بارون اصرقوا مننا لازم نعرف انه هما ما يقدروا يروحوا يجيبوا بارون قبلنا ليش؟ لانه كده انا في المية في المية ضمنت انه اللين حقي مسوي بوش هنا ولازم يخلوا واحد ولا اثنين هنا واحنا قدر نروح ناخد بارون سيفلي اوكي؟ الانهيبتر يعطيك امكانية انه تشيل بارون اسهل واحيانا الاكس بارون يعطيك امكانية تشيل الانهيبتر طبعا في تيم كومس محددة زي السيج تيم كومس زي سبليت بوش تيم كومس تقدر تسوي الكلام هذا اسهل من سيج كومس تانيين من كومس تانيين من كومبزيشنز تانيين ايش يعني كومب؟ التشكيلة حقت الفريق حقكم يا شباب في تشكيلات فرق مختلفة فيه تشكيلات تقريد تسوي split push من the sides فيه تشكيلات تقريد تسوي poke فيه تشكيلات تسوي engage فيه تشكيلات تسوي حصار على حسب التشكيل اللي انتو بتلعبوها برضو الأولويات تختلف ما زالت القاعدة العامة ثابتة طيب الحطينا في موقف انه انا بشيل baron ولا elder برضو يعني القاعدة العامة elder دايما احسن من baron لانه ده elder يعطيك الامكانية انه انت تسوي team fight وتاخد baron ممكن تاخد elder بعدين تاخد baron بسهولة عشان عندك ال elder مع انه ال elder ما يجلس الى دقيقتين ونص بارين يجلس الى دقائق ونص اذا فتكرت زي الناس ففيه احيانا تاخد baron بعدين تاخد elder احسن في كل الحالات ال elder يعطيك stats اكتر يعطيك امكانيات اكبر فانت اديهم elder ولا baron لا اديهم baron خد elder الا في حالة واحدة اذا كان team composition حقك ما هو engaged team composition ما يقدر يسوي siege ما يقدر يسوي مضاربة ما يقدر يسوي الا poke او بس siege يمكن في الحالة هذه البسيطة المحددة والله تروح تاخد baron اولى من انك تاخد دريك وتخلي دريك حقهم ال elder دريك حقهم يخلص قبل ما انت تروح تحاول تشيل تاورس بس لازم تنتبهوا ما تنضربوا في team اوكي بنفس الطريقة انا حطينا في موقف نبغى نشيل inhibitor ولا elder دريك القاعدة العامة تقول elder دريك اولى و baron اولى لانه هادولة الاتنين هيعطوك الامكانية انه انتو تشيل ال 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 الرول أو القاعدة ثابتة أو مش ثابتة عامة وفي لها تصانيف باهم تشوف التيمة اللي انت بتلعب معها تشوف التشكيلة حقتكم تشوف ايش الوضع الحالي كم واحد ميت قدامنا نقدر نشيل هادي سيف ما نقدر نشيل هادي سيف ودايما برايوترايز احاول تحط في اعتبارك انه تاخد الوبجيكتف اللي اسهل يتاخد لا تخلوا حياتكم صعبة قاتلين اتنين وفيه ثلاثة منهم تحت التاور هنا يقدروا يسوي لازم تسوي دايف عشان تاخدوا التاور هادا ولا خد بارون بلاش خد بارون بلاش حبيب خد الايزي اللي سهل لك تفوز القيم ممكن تسهلوا الوين كونديشنز حقته تسهل لو انت تاخد القرارات السليمة القرار السليم في الحالة هادي فانتو خمسة هما ثلاثة منهم جازين تحت التاور ويقدروا يسوي دفنس التاور تقدروا تقتلوهم وتقدروا تشيلوا التاور بس يمكن واحد ولا اثنين منكم يموت ولازم تاور دايف ففيه رسك ولو سوي عليكم اوت بلاي ممكن يشيلوكم كلكم يا عمي روح العب السيف تيب دف اللين امشي جري روح شيل بارون ارجع ريكول دفو 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 امشي من ثلاثة لينات عندنا ادفانتيج احسن حنجيب جول زيادة احسن التيم كله حيرجع يشتري ايتم حيكون التيم فايت الجاية الامكانية حقتكم اكبر انه انتو تفوزوا اوكي ملازم العجلة ملازم تستعجل ملازم تطير الجيم هذا جيم استراتيجي الجيم هذا جيم عقل ماهو جيم عصاية وحجرة وسيف تروح تجري وتضارب تخش على الطول اوكي طيب ليش الابجيكتفز هادي ارتبتها بالطريقة هادي ام وليش قلت هم مهمين زي كده طبعا فيه كثير ما يعرفوا المينيون ميكانيكس في الجيم فيه فيه المينيون ميكانيكس في الجيم ام ايش يقول لك يقول لك والله اذا الابريج لبل حقك حق التيم حقك اعلى من الابريج لبل حق التيم حقهم المينيونز حقونك يسوي 10% دامج زيادة على المينيونز حقونهم اذا كان انتو شايلين تورات زيادة مثلا مثلا شايلين التورين هادي فعندكم تورين زيادة عنهم هم مهم شايلين ولا تور احنا البلو تيم المينيونز اللي في اللين هذا هيزيد الدامج حقهم 10% زيادة فالوبجكتفز مرسومة بطريقة انه والله حتى لما انت اخذها بالترتيب اللي انت بتاخدها هذا انت القيم يعطيك بونس الزيادة طبعا لو الافريج لفل حقكم اكبر من الافريج لفل حقهم ب3 لفلات 3 لفل زباف وفي عندك لين برضو فيه لتنين التورين هذي مشيولة الافريج حق الدامج حق المينين حقك عليهم في اللين هذا 90% زيادة يعني اللين غصبا عنه حيسوي اللين ايش ما يسوي هما المينينز حقونا حيدفوا المينينز حقان فلازم نلعب حول الوبجكتفز هذي ولازم نركز وهعيدها مرة ثانية شايفين فين حطيت الكلز اجيب كل اجيب تاور سؤال يطرح نفسه كل 300 جولد كينو 16 سي اس تاور يعطينا 800 جولد للتيم كله يعطيني لوكل جولد اذا كان فرست بلد ولا اذا ما كان فرست بلد 250 لوكل مرة صعب السؤال هذا لنرح نجيبها لانه هي سبحان الله الاولوية لا تضيع وقت جيب الوبجكتفز الجيم هذا كل الوبجكتفز تاخده زيادة يزود الادفانتيجيز لكل لكل التيم مش بس للشخص اللي اخد الكل كلين زيادة احيانا احيانا انا ما اقول لو اخدت كلين تقر تشيل التاور احيانا لو جبت خمسة كلات تقر تشيل بارون ونهبتر وتاور ما فيها كلام فلو في تيم فايت ومنتوا قدرين تشيلوا اي حاجة من فلازم يوبريتر رايز انو انتو تقتلوا مجموعة قتلتوا اكبر عدد قتلتوا ثلاثة اربعة تقر تروح تشيلوا اوبجكتفز كبيرة ففي حالات تتلخبط الاوبجكتفز فيها فما حنقول وان تو تو كيلز حنقول والله ممكن ثلاثة لخمسة كيلز لو جبتها هتجيب الباقي كله فهذه برضو واحدة من الاولويات اللي ممكن تطالع فيها كتين فننسى من الاسلوب الشخصي او القين الشخصي او انو والله الفرد يستفيد على حساب المجموعة لانو انت صحيح انو المجموعة ما ضاع عليها شي بس انت كان ممكن تفيد المجموعة بس بانانيتك انت تستفيد بس عشان تاخد كل واللي تسوي اوت بلاي وهي ما لها اي ما بقول ما لها اي معنى صحيح لانو ما في اي اوبجكتف ثانية تاخدها واخدت الكل انت هنا بس اذا انت حطيت في الموقف انو والله اشيل اوبجكتف شيل كل لازم تشيل اوبجكتف خد القرار السليم خد القرار الصحيح خد القرار اللي في دكتيم كله خد القرار اللي اللي يديك مجال انو انت تفوز بالجيم اسهل حبيب ام اظن كده يعني سوينا سامري كاملة عن عن موضوع الوبجكتفز والبرايورتيز حقتها والاولويات حقتها ام طبعا لا ننسى اه اللي هو النكسوس تاورز بنفس الطريقة تكونوا موجودين هنا طبعا اكيد النكسوس تاور اهم من الانهيبتر اكيد طبعا احيانا احيانا طبعا لازم تكون شيلتر الانهيبتر هذا واحيانا الانهيبتر اهم من الانهيبتر على حسن فتركز على نكسوس تاور ولا الانهيبتر يعتمد على game situation شيلنا الانهيبتر هذا وشيلنا الانهيبتر هذا باقي الانهيبتر هذا موجود والمينيز حقوهنا جايين من هنا وجايين من هنا شيل الانهيبتر ولا نشيل الانهيبتر هذا هو السؤال الوحيد اللي دائما يطرح نفسه والسيتيوائشن اللي دائما نحط نفسنا فيه انا انا من وجهة نظر انه اجيب سوبر مينيونز هنا زيادة ولا اخلي المينيونز حقوني يجي لهم الدامجة الزيادة الاكبر الاثنين كلهم قرار سليم يعتمد على السيتيوائشن دائما دائما الاجابة العامة احسن شيل الانهيبتر قبل ما تشيل داور زي قبل ما قدرت شيلها من دون ما انت تموت هذا هو وبكده يا شباب خلصنا الله يأتيكم الصوحة العافية سوفكم على خير ان شاء الله في القادم لا تنسى سوي شير وسبسكرايب اذا عجبك الفيديو make sure انه سوي له شير لأصحابك ولا تنسوا يا شباب انه انا سوي بث يومي في تويتش وفي يوتيوب كل المعلومات حقتي موجودة تحت من دسكريبشن نشوفكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة